بس أسهل بقى من غير عجن وكده فعندنا لفة جلاش وسمنة لبن وكوباية لبن وبيضة الجبن بقى مشكلة أنا حطيت رومي وموتسرالة وتشادر بصل وفلفل ألوان طماطم من غير القشر والبزر بتاعها زتون أسود وأخضر وزيت مع الزبدة طيب أول حاجة تقليبة هنا للمكارونة بتاعة الشربة تاني حاجة فواق على النار معلقة زيت حنزل في معلقة الزيت اللي في الواق دي بصل ملح فلفل سود فلفل ألوان نارة عالية تقليب سريعة طماطم طبعا ممكن تحطوا مبسترمة إذا حبيتوا فلفل زتون أسود وأخضر مخليين وارفع من على النار أحط في بولة عشان أدي فرصة للحشوة تهدى هاخد السمنة هرفعها على النار هنا وبعدين كده عينية عينية وبعدين كده وبعدين الناحية يعني الأربع جوانب الأول اضغطوا لبرة خالص أهو وبعدين من تحت وبعدين الحشوة وطبعا لازم تكون بردة وبعدين الجبن وبعدين أقفل الجوانب الأول ولم كده الجوانب كده وبعدين أخد مسحة السمنة وبعدين أجيب كوباية اللبن أجيب البيضة أحط رشة الملح أجيب ويسك واضرب البيضة مع اللبن لبن في درجة حرط الغرفة طبعا مش سخ أجيب سكينة أقطع الجلاش قبل دخوله الفرن تعيز يستخدم زيت اللي عايز يقلل كمية السمنة كل واحد حر وبعدين أنزل باللبن والبيض وبعدين أشرب الصينية كلها وأتأكد أنه كله شرب وتوزع وبعدين أخد شوية جبنة وآخد شوية زيتون وعلى الفرن بس جيت خلاص نزل التردد الجديد 11.785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5 على 6 ترجمة نانسي قنقر